في البداية احب اقولكم كل سلامة طيبين وعمد للسعيد عليكم ان شاء الله ان شاء الله هنزل مع بعضنا كورس لزيز جدا هيفيدك في حياتك العملية وفي كورس ده بنتكلم عن تقنية من اهم تقنيات الزكاة الاصطناعي بنتكلم على بارت اساسي في الزكاة الاصطناعي بنتكلم على تكنولوجية من اهم تكنولوجيات الزكاة الاصطناعي وهو المشيل ليرننج الماشين ليرننغ هو بارت اساسي في الذكاء الاصطناعي بسبب استخدام الماشين ليرنغ الذكاء الاصطناعي تطور تطور عنيف الذكاء الاصطناعي بيعتمد على بارته مهمة جدا وهو الماشين ليرنغ الام expect learning من اهم التكنولوجيات باعت الذكاء الاصطناعي واللي سببت طفط او سببت نجاح الزكاة الاصطناعي في كافة المال فمن اهم الاجزاء بتاعة الزكاة الاصطناعي هي تقنية او تكنولوجية المشيل اللي رديك عشان نبقى فاهمين الصورة بشكل اوضح الزكاة الاصطناعي شباب هل انت بدأت في كرسو الزكاة الاصطناعي او لسه بدأنا دكتور الزكاة الاصطناعي هو عبارة عن علم الزكاة الاصطناعي هو عبارة عن علم الهدف منه نحن نخلي المشين تفكر بطريقة تحاكي طريق تفكيري الانسان وتتصرف بطريقة تحاكي طريق التصرف الانسان ده الزكاة الاصطناعي يا شباب طب الزكاة الاصطناعي بيتكون من مجموعة من تحاكي طريق التكنولوجيز زي مسلا زي 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 النظمة خبيرة زي مسلا المشين ليرنينج زي الديب ليرنينج زي اللي اللي ام او جي نيتيب ليرنينج اللي تبني عليها للشات جي بي تي فدي التقنيات اللي تقام عليها الزكاة الاصطناعي يبزن المشين ليرنينج هي تقنية من تقنيات الزكاة الاصطناعي بل هي اهم بارت في الزكاة الاصطناعي وهو اللي سبب نجاح الزكاة الاصطناعي يعني من اهم تقنيات نجاح الزكاة الاصطناعي لخالي الزكاة الاصطناعي ينجح هي المشين ليرنينج اكي شباب فاحنا في كورس المشين ليرنينج احنا كده بندلس تقنية من اهم تقنيات الزكاء الاصطناعي. اوكي? واضحة النقطة دي ولا حد عنده استفسار? واضحة النقطة دي ولا حد عنده استفسار شباب. تمام. طيب. ايه بقى او ايه هو التطبيق محيث المؤكد المحيث تاني تمام؟ يعني يا شباب الكلام ده هديك اخزامبل ايه الفرد بين برامج الزكاة الاصطناعي او البرامج المبنية على الزكاة الاصطناعي وبين البرامج العادية اللي انت بتبرمجها بلغة زي البايسون او بلغة زي سي بلاس بلاس او بلغة زي الجافا طبعا برامج الزكاة الاصطناعي برضو بنبرمجها بلغات زي البايسون زي سي بلاس بلاس زي الجافا ولكن في البرامج بتاع المشين ليرنج احنا نستخدم فيها تقنيات المشين ليرنج بس يالفرق بين بروغرام انا بعمله بتقنيات المشين ليرنج وبروغرام انا باكتبه بالبرمجة اللي احنا تعلمناها في سنة اولى وتانية حد يعرف? حد يعرف يا شباب? ممكن اقول لدتو. ممكن سؤال حضرتها تاني. فاضل حاضر. يالفرق بين برنامج احنا هنبرمجه بتقنية المشين ليرنج. تمام? اللي احنا عرفنا ان هي من اهم تقنيات الزكاة الاصطناعي. وبرنامج احنا هنبرمجه بالطرق العادية اللي احنا تعلمناها في سنة اولى وتانية. حضرتك سامعنا يا دكتور? افضل يا حلم افضل. البرمجة العادية لو في مستيك معينة او في اه حاجة بتقدي مثلا ان هو يكراش او في ايرور معين فبيفضل موجود طالما انا معدلتش في الكود. لكن لو حاجة مبنية على اي 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 او مبنية على ميشيل ليرنج فهي بتديكت الموضوع او بتبدأ تتعلم ان لا ده غلط المفروض يتصلح. فلما بتتحطف نفس السيتيوشن تاني ما بيعملش نفس المشكلة. او اللي هو مش مش مجرد حاجة نزامية على طول. برافو عليك انت قربت اوش انت قربت اوش. حد عنده اجابة اوضح. دي برضو يعني ممكن هو فيه بيقدر اعمل كلاستر والكلام دي لو انا عامل على طول مش يعني هي مجرد يعني مش هيقدر جزء له. توقع وكلا. ماشي انت برضو قربت اوش. انت قربت اوش. مين عنده اجابة اوضح اكتر? مين عنده اجابة اوضح? اه. خليني انا اسهل عليكم الدنيا. لو انا جيت كتبت البرنامج. البرنامج ده مسلا انا خليته يتعرف على صورة. مسلا الصورة دي كانت صورة لابتوب جديد انا اشتريته. يعني حضرتك اشتريت لابتوب جديد النهاردة. وبعدين اللابتوب ده اه انت اه لما اشتريته خدت له صورة ودخلتها على الكمبيوتر. اه وجيت روحت رحت اختك مسلا جابت وحطتهم على اللابتوب من اه من اه يعني لزقتهم على اللابتوب. لو انت صورت نفس الصورة وديتها الكمبيوتر. هل هيعرف ان ده اللابتوب بتاعك? ولا مش هيعرف? ام? اعيد تاني? تاني انا مش مؤمن. اعطى. لو انت جيت النهاردة اشتريت لابتوب. وصورته ودخلت الصورة للكمبيوتر. واحتكتبت البرنامج ان ده صورة الكمبيوتر. اكي? اتكتبت البرنامج بلغة الجابا او بيوغد السي. او بيوغد البايس وانتقول له ده صورة الكمبيوتر. انجهت اختك تاني يوم راح تجيب اشتريت استكارات جميلة كده ولزقتها على اللابتوب. لو انت صورت اللابتوب بعد ما اختك لزقت على الستيكرز ودخلته على البرنامج انت عملته. انت كذبته. هل هيعرف ان ده الكمبيوتر هل هيعرف ان ده اللابتوب بتاع بقى? اعتقد لا. لا اعتقد. مش هيعرف صح? مم. لو كودنج عادي انشاء. بالزبط. ده الفرق بين المشين والبرنامج العادي. ده الفرق بين البرنامج انت بتعمله بالمشين والبرنامج العادي. البرنامج العادي بيتبرمج على اوامر صارمة لو ما تحققتش الشروط بتاعته ما بيشتغلش. اوكي? لكن المشين بيتعلم من الخبرة. بيتعلم من ايه? بيتعلم من الخبرة. يعني كل يعني بيتعلم من الديتا. ولو شاف موقف جديد. هو ما تعرضش ليه قبل كده. بيقدر يعمم الخبرة بتاعته. اوكي? تمام? يعني ايه? هعيد تاني هرجع تاني للاكزامبل بتاع صورة الكمبيوتر. يعني مسلا انت لو اشتريت الكمبيوتر روحت تصورت وروحت مدخله للمشين بروجرام بقى. قلت له تعلم على الصورة دي. بعدين روحت حطت مسلا شوية ستيكارز تانية. وقلت له ده برضو صورة لابتوب. بعدين جبت له كمبيوتر بلون مختلف. وقلت له برضو صورة لابتوب. بعدين جبت له لزقت ستيكارز تانية. بعدين غيرت في شكله. قلت له ده لابتوب. وخلته كل مرة يتعلم. لو جبت له صورة لابتوب جديد خالص هو ما شافوهش قبل كده وما تعلمش عليه قبل كده. فحالة المشين هيقدر اكتشف من نفسه ان ده لابتوب. اوكي? وبالتاني بيقول ان اتعلم من مين? اتعلم من الاكسيبريانس. اوكي? بتعلم من ايه? من الاكسيبريانس. طيب. يعني ايه اكسيبريانس? يعني ديتا. يعني ايه اكسيبريانس? يعني ايه اكسيبريانس يا شباب? يعني ديتا او ديتا ست. يعني ديتا او بنسميها الديتا ست. اوكي? يبقى المشين ليرنينج بروغرام بتعلم من مين يا شباب? بتعلم من مين? من الاكسيبريانس. من ديتا. من ديتا. اوكي? يبقى هو المشين ليرنينج بروغرام هو عبارة عن بروغرام. بنبرمجه بشكل معين. علشان يتعلم من الديتا. مش من رول انت بتبرمجه عليها. يعني الفرق بين البروغرامز اللي انت كنت بتكتبها في سنة اولة او تانية. انك انت بتدي له رولز معينة. تقوله اف كزا زين كزا. اف كزا زين كزا. وده برضو اللي هي بيعتمد عليها اللي انتو هتدلسوه هتدلسوه في كورس الزكاء الاصطناعي. لكن بيتعلم من ايه? الديتا. بيتعلم من الديتا. اللي هي بيتمثله اللي هي بيتمثله الحيبة الديتيا كمباطينا مخصونا حدورها. بيعتمد ايه فضاع بيعتمدن. أوش مخصونا معد mein team's pro produits. يا night bre جزز بيعتمد انتوهYo dah احساب و��는شد من promo tiempo في جة 길 وقتها. بمبار regulated تعموط الديتا س dispatchات. هكذا ما بيتمثله رقوله؟ سي wym 온الك للتنمثله يعني الكلام ده يعني الهدف منها ان احنا نخلي الكمبيوترز تعدل من الاكشنز ومن بتاعتها بناء على اللي هي بتتعلمها يعني كل ما تديها اكتر تتعلم منها كل ما بتاعها بتاعها يحصل له يا شباب كل ما بتاعها يتعدل المشيل بمعنى اوضح وبمعنى اشمل زي ما الانسان بيتعلم وزي ما الحيوان بيتعلم هتديك اكزامبل يوصل لك الفكرة في كورس الماسماتيكس انت كنت بتتعلم ازاي شباب في كورس الماسماتيكس انت بتعلم ازاي بناخد الكنسبت وبعد كلا بنحل عليها وربع عليك اسمك اي انت اسمي هدرة ماش يا هدرة مالك زي هدرة اين شمس وربع عليك يا هدرة ابا زي ما بقال اه هدرة اسمك مميز يا هدرة ما شاء الله عليك ابا زي ما قال هدرة ان احنا في لما كنا بنديد كورس الماسماتيكس ان احنا كنا بنعقى الدكتور كان بيدينا مجموع من مسائل وبيعلمنا ازاي نحل المسائل دي صح وبالتالي انت كنت بتروح تذاكر المسائل دي والطبق اللي انت تعلمته من الدكتور ازاي تحل مسائل بعدين بتجيب مسائل اكتر عشان تحلها عشان تتسب خبرة اكتر في حل المسائل بعدين بييجي الدكتور في الامتحان بيجيب لك الجديد من بيجيب لك مسائل انت ما شفتهاش قبل كده عشان امتحنك فيها فانت بتعمل لها عشان تحل المسائل دي بتستخدم الخبرة اللي انت تعلمتها عشان تحل المسائل دي مش دي الطريقة انت بتتعلم بيها هي دي الطريقة انت بتتعلم بيها بالزبط نفس الكلام اللي بتشتغل بين ماشيل لرنج نفس الكلام اللي بيشتغل بين ماشيل لرنج نحن بنعمل ليش نعم ما احنا قلنا دي اهم تقنية من تقنيات الاي اي اي اه اه تمام اهم من تقنية من تقنيات الاي اي بل هي التقنية اللي خلت الاي اي ينجح اوكي يعني الاي اي 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 معنا مجموعة من التقنيات اهمهم من ماشيل لرنج فانت الماشيل لرنج انت بتشغال زكاء اصطناعي انت بتخلي بتخلي الماشين تتعلم الماشيل لرنج انت بتخلي ايه بتخلي الماكينة تتعلم الماكينة دي ممكن تكون كمبيوتر ممكن تكون موبايل ممكن تكون روبوت. ممكن تكون درون. اكي فانت ازاي تخلي المكنة تتعلم. اكي? طيب. فاحنا. فاحنا. في المشير اللي انا بنعمل ايه? هنعمل نفس الكلام اللي بيتعلم به الانسان وبيتعلم به الحيوان. هندي له يتعلم منها. ايه هي دي? الانسان دي بنقدمها له في شكل داتا سيت. تمام? وهنشرح المحاضر القادمة يعني ايه داتا سيت بالتفصيل. بتاعتنا بنيديها المشير اللي انا جاء اه بنيديها في شكل داتا سيت. يبقى الديتا سيت او الديتا هو الوقود اللي بيشتغل به المشير ليرنينج. فبنعمل ايه? بنيدي له الديتا سيت يتعلم منها. وبعد ما يتعلم منها. نيجي نقيس الاداء بتاعه. فبنستخدم حاجة اسمها. تمام? طيب. ازاي بنعمل ده? عشان نطب بندي له ديتا هو ما تعلمش عليها قبل كده. بندي له ديتا جديدة هو ما هتعلمش عليها قبل كده. بتاع بيمثل الامتحان بتاعه. فهو بيعمل ايه المشير ليرنينج? بيستفيد من اللي هو تعلمها من الديتا سيت. ويبدأ يطبقها على الديتا الجديدة اللي هو ما تعلمش عليها قبل كده. تمام? فهمنا يا شباب? تماما دكتور. فهمنا مشير ليرنينج بشغل ازاي? يبقى تاني. هقول تاني. هقول تاني. هقول تاني. يبقى المشير ليرنينج? المشير ليرنينج هو عبارة عن ايه شباب? ما بس مش عارف? بطل شوية اوكي. هقول هو هو المشير ليرنج. المشير ليرنج هو عبارة عن ايه? تعلم اللي قلم. هو عبارة عن انا بدي له اكسيبليونس. الاكسيبليونس دي بتده من خلال ايه? ديتا او بسميها الديتا سيت. اوكي? البروجرم ده بيتعلم على الديتا سيت دي صح? بعد ما يخلص عملية التعليم بروح ادي له ديتا هو ما شفهاش بسميها انسين ديتا. انسين ديتا. يبقى دي الديتا اللي هو تعلم منها. اوكي? دي الاكسيبليونس بتاعتي. دي الديتا اللي هو تعلم منها اياتي. اوكي? طيب. ودي الديتا اللي بتمثل بتاعي. بتمثل لي ايه? الاكسيب. بيعمل ايه? بياخد الخبرة اللي هو تعلمها من الديتا سيت. ويبدأ ياخد اكشن في الديتا اللي هو ما شفهاش بعد كده. العملية الاكسيب دي انه هو اجربه على ديتا هو ما شفهاش بعد كده بيسميها generalization. بيسميها ايه? generalization. انا عايز اشوف البرنامج بتاعي. هيتصرف ازاي في الديتا اللي هو ما تعلمش عليها بكده. فلو المشن بتاعي اتعلم كويس? ايه اللي هيحصل لما اديلو ديتا جديدة? هتعامل معاهد نفس الطريقة اللي انا هتتحال. هياخد صح? بضبط. هياخد ايه? حتى مع الديتا اللي هو ما شفهاش قبل كده. اوكي? وبالتالي كل ما انت تديلو اكسيبيريانس اكتر كل ما بتاعه ماله. يالك. بيتحس. بيتحس ان الكوليس بتاعه ماله بتتحس. اوكي? فهمنا ايه الفرق بين الترودشينات بروغرام والماشين ليرننج بروغرام او الماشين ليرنج او املكيشن? اعرفني ايه الفرق يا شباب? انا دبتور. ايضر. طيب احنا حد الوقت يتعلم اتعلمنا حاكتين. ان الماشين ليرننج هو من اهم تقنيات الزكاء الاصطناعي. اتفعنا على النقطة دي. النقطة التانية. ان هو بيتعلم من اكسيبيريانس. اللي احنا ندهره في شكل ديتا ست. وبعدين بنختبره على ديتا جديدة. هو ما شفهاش قبل كده. تمام? وكل ما يدي له ديتا يتعلم عليها فالبيفورمانس بتاعه بيتحسن. تي النقطتين. طيب تعاني نشوف بقى نقطة مهمة جدا. وبالتالي بشكل دقيق او بشكل ادق. اكمبيوتر بروغرام السيد. توليرن فروم اكسيبيريانس. يبا احنا بنقول على كمبيوتر بروغرام السيد. توليرن فروم بنقول علينا هو تعلم من الاكسيبيريانس. الاكسيبيريانس اللي هي ايه شباب? الاكسيبيريانس اللي هي ايه? هي والاكسيبيريانس اللي احنا دي نعلم. بالظبط بروغو عليكم. وزريز بوكتو صم كلاس of tasks and the performance measure. if the performance at the tasks as measured by performance measure improves with اكسيبيريانس. وبالتالي بشكل عام. عشان نقول ان احنا بنعرف المشين ليرننج بروبلم بتاعتنا. او لازم يكون عندي تلات حاجات. لازم يكون عندي يا شباب. تلات حاجات. اول حاجة لازم احدد طيب. المشين ليرنج يا شباب والزكاة الاصطناعي بشكل عام. بتعامل مع مجموعة من المشين ليرنج تاسكس. المشكلة بتاعتك. يا اما بتكون classification. يا اما بتكون ايه? classification. يعني ايه classification? يعني مسلا بعمل application. مشين ليرنج ابليكيشن. الابليكيشن ده مسلا لو انا ديته صور. الصور دي. لو انا مسلا ديته صورة قطة. يقول لي اني دي كات. لو انا ديته صورة دق. يقول لي اني دي دق. يبقى كده يقدر يصنف الصور اللي انا بديها له. الى اما صورة كات اما صورة ايه? دق. تمام شباب? طيب. ممكن اعلمه على صورة تاني اني انا ادريه مسلا صورة مسلا ليون. اسد. فلو اديته اي صورة هيقول يا اما كات. يا اما دق. يا اما ايه? يا اما ليون. ايه بسميها? مسألة classification. بسميها مسألة يا شباب? classification. انا بصنف الصورة بتاعتي. يا اما كات. يا اما دق. يا اما ليون. اكزامبل تاني. كل لنا بتعامل مع الايميل صح? الايميل بتاعك فيه صور بتروح للانبوكس. وصور بتروح للازبام او الجنك. صح كده? مزبوط يا شباب? مزبوط ادك. انا. فيه صور بتدخل وفيه صور بتدخل للازبام او الجنك. صح كده? طب. مين اللي بيدخل الايميل? مين اللي بيدخل الايميل? اللي جاي? على الايم بوكس ولا على الجنك او الازبام? ماشي. ماشي بالزبط كده. ماشي. البروجرم ده بيعمل بيعض كل ايميل جاي لك. ويصنفه. يا اما يدخل في الايم بوكس. يا اما يدخل في الجنك او الازبام. اوكي? طب. يبقى اول نوع مسألة بسميها ايه? الكلاسيفيكيشن. بروبلم. تاني نوع. تاني نوع شباب. بنسميها الريجريشن بروجرم. ففهمنا يعنيه يعنيه الريجريشن. في نوع من مسألة بنسميه الريجريشن. يعنيه الريجريشن. النوع التاني اللي احنا بنسميه الريجريشن. تمام. في الريجريشن. مسلا. درجات الحرارة في مدينة في مدينة القاهرة. لو انا جبت درجات الحرارة في مدينة القاهرة مسلا في العشر السنين اللي فاته. تمام? انا ايه اللي هتستفيد منه? يبقى مسلا محور اكس ده اللي هو الطايم في العشر السنين اللي فاته. وده درجة الحرارة. هل انا يهمني درجة الحرارة? في العشر السنين اللي لا يهمني عايز اعرف ايه درجة الحرارة في القاهرة. بكرة او بعده او الاسبوع الجاي او يوم التالي الجاي. ايه اللي يهمني يا شباب? اللي جاية دكتور. اللي جاية. اللي جاية. فاحنا بنعمل ايه? بناخد درجات الحرارة السابقة اللي هي بتاعتنا. ونعلم بها المشيل ليرنينج عشان اتنبأ بدرجات الحرارة في المستقبل. فدي الاكسيبالي نصح اخدنا الديتا بتاعت الماضي. ودخلت وديتها للمشيل ليرنينج بروجرام يتعلم منها. عشان اتنبأ بمين? بدرجات الحرارة في المستقبل. طيب درجات الحرارة في المستقبل دي. هل هتكون رقم? ولا هتكون اسد? او كلب او قطة? او الرقم. صح? طيب. طالما انا هطلع رقم بيسيمال دي بسميها ريجريشان بروجرام. بسميها ايه? ريجريشان بروجرام. او ريجريشان بروبلم. بسميها ريجريشان بروبلم. اوكي يا شباب? هتديك اكسامبل تاني. لو انا عايز الروبوت يمسك مثلا مج شاي من عطربيزة. طيب. ايه اللي بيحرك الارم بتاع الروبوت. مواطير صح? صح ام صح? ازبوط. ايه. 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 لو انا مسلا الروبوت الارم بتاع الروبوت فيه تلات مواطير. فانا عايز احرق كل مطور بزاوية معينة عشان يقدر يمسك المطور بتاع الشاي صح? اه. طيب الزاوية دي رقم او مش رقم? رقم. يبقى المسألة هنا انا بسميها اكسامبل كمان. لو انا حبيت اتنبأ بدرجة واحد فيكم في كورس الماشين ليرنينج الترمي ده. هعمل ايه? هبوص على الاستوري بتاعته في. بالضبط. هجيب درجات الكورسات بتاعته اللي فاتت. وهديها الماشين ليرنينج بروجرام. وهقول له تنبأ لي بيمين بدرجة مسلا سين من الطلبة فيه كورس الماشين ليرنينج. فهو هيتعلم من درجاته اللي فاتت ويقول لي والله متوقع انه يحصل على كزا درجة الدرجة. الدرجة الكزب. والاخر وهتطلع له رقم. البده ده بسميها ايه? تاني مشكلة عارفنا ازاي ممكن نحلها بالماشين ليرنج اوكي? طيب. تالت مشكلة ممكن نحلها اسمها ايه? تالت مشكلة ممكن نحلها اسمها اسمها الكلسترينج اسمها اي يه شباب? الكلاسترينج? الكلاسترينجón يعني يكلاسترينج. لو انا جبت مقاسات الملابس بتاعت البشر. فهديها المشيل ليرنج وقوله اسمهم لي. تلات فئات. فهي اسمهم لي لي ايه? الى ومديم ولارج. لو انا اديت نفس الديتا وقالت له لا اسمهم لي خمس فئات. فهي اسمهم لي الى اكس الارج اكس الارج اكس الارج. لو انا اسمهم لي الى اربع فئات. هيقول لي سمول ميديم لارج و اكس لارج. كمام دي بسميها مسألة كلاسترينج. بسميها مسألة ايه شباب? كلاسترينج. طيب. ايه النوع الرابع? النوع الرابع اسمه اوبتومايزيشن. يعني ايه اوبتومايزيشن? يعني اقول له مسلا هاتلي اقصر طريق. بين مدينة ستة اكتوبر وبين مسلا اه اول مقرم في مدينة مصر. فانت بتلاقي الجي بي اس بيغيب عنك شوية ويروح يجيب لك اقصر طريق. دي مسألة بنسميها مسألة اوبتومايزيشن. كي? في مسألة اه في نوع تعمل مسألة بسميها سيستم. سيستم. او ايه يا شباب? لو جيت انت مسلا فتحت اليوتيوب اول مرة. اول مرة تفتح فيها في حياتك اليوتيوب. فاليوتيوب مسلا اشوفك انا كنت اتفرقت على مسرحيات. معكية تاني مرة بتفتحه لقيك اتفرقت على افلام اكشن. معكية جيت فتحته مرة تالتة لقيك مسلا اتفرقت على اخبار. فهو كده اتعلم ايه الافلام المفضلة بالنسبة لك انت فتحت افلام اكشن ومسرحيات اه اخبار. لما ديجي تفتحه مرة جاية هتلاقي جيب لك كوكتيل من الفيديوهات. عبارة عن مسرحيات وافلام اكشن واخبار. ده بسميه سيستم. بسميه ايه? فهنا اليوتيوب بيستخدم موديل بيعمل جا اخوك فتح من الموبايل بتاعه اليوتيوب برضو بس فتح اول مرة كارتون تاني مرة اخبار تالت مرة افلام وصائقية. هيجي اه اه بروجرام يجيب له بعد كده مرة جاية ايه? يجي يجب له كوكتيل من الكارتون والاخبار والافلام الوصائقية. تمام? يبقى اول حاجة عشان احدد البروبلم لازم احدد نوع البروبلم بتاعتي. هل هي? في نوع تاني بسميه الاسشوشيشن رولز ان انا اربط البيضات مع بعضها. يبقى لازم اول حاجة احددها ايه نوع البروبلم بتاعتي? هل هي كلاسيفيكيشن? ولا 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 بدي او اول حاجة لازم احددها شباب بتاعتي. انا هعمل ولا 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 واحدة ولا ولا تاني حاجة لازم احددها اللي هو اللي هستخدمه عشان احيث به ضقت الموديل بتاع بتاعي. في الكورس ده هنتعلم مجموعة من هنستخدمها عشان نقيس بها ضقة بتاعنا. تالت حاجة اللي هي ودي انا عايزكم تقول لي ايه هي. يعني يا دكتور نسألنا الاول على دات. طب استنى بس الاول. ايه هي اللي هي. الدياتا سيت اللي انا هستخدمها عشان اعلم بها. المشين بتاعي. اوكي? وبادولة التلات حاجات اللي انا لازم احددهم قبل ما اعمل للمشين بتاعي. هل انا هعمل مشين ليرنج تويجرام. عشان يععمل لي ولا عشان يععمل لي ولا говорشان يععمل ولا عشان يعمل asks هل انا سيت تاني حاجة ايه هو اللي انا في coronavirus بتاعي. تالت حاجة ايه هي اللي انا هستخدمها. تمام? بالبادولة الثلاثة اللي لازم احددهم عشان اعمل لو حد عنده اي استفسار يتفضل يسأل. لو حد عنده اي استفسار يتفضل يسأل. اي دكتور. ماشي. في زينب بتسأل. اتفضل وفي مين تاني عايز يسأل. اتفضل يسأل. اللي بيخلي المشين ليرنين يتصرف بناعا على الخبرة اللي هو اخده. يعني الفرق بينه بين الزكاة اللي اصطناعها. يا محمد هو تقنية من اهم تقنيات الزكاة الاصطناعية. هي زكاة الاصطناعية يا محمد. انا فاهم يا دكتور انا قصد يعني يعني اللي بيميز في ان هو يفكر ويسترجع التجار واللي خدها في الماضي. اللي انه بيتعلم. ايوة ليه بيتعلم? ده اللي احنا هندسه في الكورس ده. تماما ده. يعني الكورس ده هنتعلم ليه هو بيتعلم? وازاي بنخليه تعلم? وازاي نخليه تعلم بطريقة افضل? تاني. الكورس ده هنتعلم ليه المشين بتتعلم? وازاي نخليها تتعلم? وازاي نخليها تتعلم بطريقة افضل? اكي? ده اول حاجة. هيك. زينب ايه لي مش فهمها يا زينب? ايه لي مش فهمها? ايه اصدق الكلاسترينج والكلاسفيكيشن يا زينب? انت كاتبه الكلاسترينج والكلاسفيكيشن? اللي هي اول واحدة ولا تالت واحدة? الكلاسترينج. الكلاسترينج هنا انا بدي المشين ليرنينج ديتا. واقول لي واقول له صنفها لي الى مثلا تلت فئات. بيصنفهم لي تلت فئات. على سبيل المثال. هجيب له مثلا ديتا بتاعة مأسات البشر. يعني مثلا لو في مصنع مثلا بيصنع مثلا نوع معين من ملابس. وليكن مثلا بيصنع مثلا بدل. بدل رجالي. او بدل حريمي. فبجيب له مأسات البشر. هل مأسات البشر واحدة شبابي? يعني هل اللي بيلبس كلهم لهم نفس الطول والعرض? هولهم نفس الطول والوزن? كده مختلفين صح? فاحنا عايزين نصنع الملابس المأسات ملابس ولكن عايزين نكتب عليه يا اما small او large او medium او x large ففي مصنع مثلا بيصنف المأسات الى سري كاتوجرز او سري كراسترز فئة small وفئة medium وفئة large فلو دخلت له اي مأس يقولك ده يا اما large يا اما small يا اما medium في مصنع تاني لا بيصنف الى خمس مأسات نرود الى خمس فئات small و large و medium و اكس و اكس اكس تمام? فده بسميها النوع ده من المسال بسميها clustering problem انه ده بسميه clustering problem وضعت يا زينب في حد مش فهم اي حاجة منها شراحت لحد الوقت يا شباب في حد مش فهم اي حاجة منها شراحت لحد الوقتي يبدو ده وقت دي اللي احنا تعلمناه نعيد تاني ايه اللي تعلمناه حد الوقتي ايه اللي تعلمناه انها وضع حد الوقتي ماشين learning ده اللي انا بعلم الآلة data حشان بعد كده تحسن من اول حاجة اول حاجة Mirrorning هو تقنية من اهم تقنيات الزكاة الاصطناعي اول حاجة تعلمناها Nad تانية حاجة تعلمناه ان المشين بيتعلم من ويعمم الخبرة اللي هو تعلمها على هو ما شافهاش قبل كده. يبقى ان المشين بيتعلم من ويعمم اللي هو تعلمه على هو ما شافهاش قبل كده. انه بتعلم من برابع عليك كده. تلت حاجة. عشان احدد المشين محتاج احدد تلت حاجات. ايه هي نوع المشين بتاعتي? هل هي يعني كل مشين هو زكاء اصطناعي? الزكاء الاصطناعي جواه تقنيات كتير من ضمنها او من اهمها المشين لرنينج. الزكاء الاصطناعي جواه تقنيات كتير اهمها تقنية مين? المشين لرنينج. تمام? فالمشين لرنينج هو جزء اساسي من الزكاء الاصطناعي. لكن زكاء الاصطناعي فيه تقنيات كتير جدا. كل من ضمنها تقنية او اهم تقنية فيهم اللي هي المشين لرنينج. واضحيت? تماما لطر. طيب. يبقى قلنا ان الزكاء الاصطناعي ان المشين لرنينج من اهم تقنيات الزكاء الاصطناعي. ان المشين لرنينج احنا ازاي بنخلي المشين تتعلم مني. وتعمم الخبرة اللي هي تعلمتها على هي متعلمتش عليها قبل كده. تلت حاجة عشان اعرف المشين لرنينج بروبليم محتاج اعرف تلت حاجات. ايه هي الليرنينج تاسك? ايه هو اللي انا هستخدمه. عشان اعيز بيه اداء المشين لرنينج بروجرام او المشين لرنينج مودل بتاعي. وهي الديتا سيت اللي انا هستخدمها. هي تاسك. بدور تلت حاجات. اوكي? طيب. تعال بقى. نديب اكتر. نديل في اكتر انتو انتركيسيس. The key concept that we will need to think about for our machines is learning from experience. يبقى اهم concept عايزك تتعرفه دلوقتي ان احنا عايزين المشينز تتعلم من المين? من يعني تتعلم يعني تتعلم يعني تتعلم من بنحاول نحاكي بتاع الانسان وبتاع الحيوانات في التعلم. ان احنا عايزين تتعلم بنفس الطريقة اللي بتعلم بيها الانسان وتعلم بيها الحيوانات عشان تعمم بهدف ايه? بهدف ان هي بتعمل يعني بتفتكر اللي هي تعلمتها في التصرف في المواقف المختلفة وتادابت البيهيفيور بتاعها او تادابت الاكشن بتاعها بناء على اللي هي تعلمتها بكده. يعني عسابيني مثال لو انت لقيت كرسي في طريقك بتعمل ايه? على سبيل المثال. اه هشين? لو انت لقيت هتشيله او هتتفدأ صح? طيب. ايه. لما تروح الكلية بتاعتك وانت وماشي في الطريق الكلية وداخل المدرج ولقيت كرسي في طريقك وانت وراح وانت المدرج هتعمل ايه? بتتفادر كورسي وتكمل طريقك صح? ايه. ليه? لانك كنت تعلمت من السابقة ان لو في حاجة في طريقك تقدر انك تتعدها تعديها وكمل طريقك صح او ام صح? صح. تمام. يبقى ازا في الاكساباليانس او في المشين لانك انت بتحاول تخلي بروغم بتاعك يرميمبر and adapt from experience. اوكي. يبقى ازا فرميمبر and adapting again or this same action field in the last attempt in a similar situation and so something different should be tried. ادىك اكزامبل. لو انت مثلا عندك عايز تنتقل من مكان A الى مكان بي. وفيه خمس طرق. مختلفة. فجيت في اليوم الاول جربت اول طريق لديت موصلكش. من مكان ايه لمكان بي. تاني يوم. عشان تنتقل من مكان ايه الى مقام بي. هل هتعدي من اول طريق? ولا هتجرب طريق تاني? هكيد هشوف طريق تاني. بالزبط. هتجرب تاني طريق. لديت برضو موصلكش. في تالت يوم. هل هتجرب اول طريق او تاني طريق? لا. فانت بتعمل اه انت بتعمل بتاعك. فهتعدي من طريق التالت تالت يوم. لقيت ان الطريق التالت بيوصلك من مكان ايه لمكان بي. في اليوم الرابع. عشان تتقل من ايه لبي هتروح من اي طريق? ايه التالت طبع. اه يبا انت هنا عملت يعني ايه? يعني عممت الخبرة بتاعتك. خلاص انت عرفت من الطريق التالت هو اللي هيوصلك من طريق ايه لطريق بي? ده في اليوم الرابع. طب في اليوم الخامس عدت عدت هتروح من مكان ايه لبي برضو هتستخدم من الطريق رقم كام? رقم تلات. رقم تلاتة. جيل في اليوم السادس عابلت واحد زميلك قلت له ده في تعالي ناخده الطريق ده ده بصرنا المكان احنا عايزين نروحه. قال لك لا. ده الطريق رقم خمسة افضل. واقصر. ده في اليوم السادس. فانت عديت انت وزميلك منه الطريق رقم خمسة لقيته فعلا اقصر. في اليوم رقم سبعة هتعدل من اي طريق? الطريق الاسهل ان هو الخامس. الخامس. يبا انت كده عملت تعميم اليمين للثبرة بتاعتك. اوكي? وده اللي بيتنفذ في المشير ليرنينج يا شباب. في المشير ليرنينج ان احنا بنخلي البروغرام بتاعنا بيتعلم من الاسباليانس بيتعلم من الديتا سيت بحيث ان هو يعمم الثبرة بتاعته لما يتعامل مع ديتا هو او مواقف هو ما شافهاش قبل كده. تمام? ودي اللي احنا بسميها الجناليزينج. يعني الجناليزينج يعني ان المشير ليرنينج بروجرام بتاعي ياخد the most correct decision for unseen situation. اوكي? واضح النقطة دي? تمام. تمام. طيب. وبالتاني الجناليزيشن جيفن اه سيتوويشن نوت فاست ايلير. يعني لما ادي ندي بروجرام سيتوويشن هو ما تعلمش عليه قبل كده. فهو بيحاول يعمل بيحاول يستفيد من الخبرة اللي هو تعلمها قبل كده. عشان يتيج the most correct decision for this unseen situation. اوكي? طيب. الفيجر ده يا شباب بيوضح ازاي المشير ليرنينج بروجرام بيتعلم وده اللي احنا هنطبقه في القورس بتاعنا كله. دايما المشير ليرنينج او ده بنمثله بواحد من الخوارزميات المشير ليرنينج. يعني احنا هنتعلم خوارزميات كتير جدا للمشير ليرنينج. هنتعلم خوارزميات كتير جدا للمشير ليرنينج يا شباب. طيب هل ينفع نتعلم واحد فقط? لا مينفعش. ليه? هنقول بعدين ليه. اوكي? ما فيش ما فيش خوارزمية واحدة فقط اقدر استخدمها لكل مشاكل. ايه السبب يا دكتور? هقول لك بعدين ايه السبب يا دكتور? في سبب قوي جدا? هقول لك بعدين. طب. فحننقط خوارزم من الخوارزميات دي ونبرمجها في شكل ماشير ليرنينج بروجرام. تمام? بعدين بعديلوا الاكسي بوريينس. الاكسي بوريينس دي بادهارة لهم فيجلال ايه? ديتا سيت. هática بدهارة لهم خلال ايه? ديتا سيت. فالمشير ليرنينج بيتعلم من الديتا سيت دي. اوكي؟. وبعدين باحث على موديل للمشير ليرنينج. باحث على موديل للمشير ليرنينج. طب عايزا اقيس اداؤه, باعمل ايه? باستخدم على جير عشان يقسلي اداء المشير ليرنينج وموديل. بعدين. بعدين بستخدم انسين ديتا. يعني ديتا هو ما شافهاش قبل كده. لما ادي له انسين ديتا دي. اللي احنا بيعمل جيناليزيشن. بيعمل جيناليزيشن ازاي? ان هو بياخد سلوات تعلمها من الديتا سيت. عشان يعمم وياخد بناء من بناء على سلوات تعلمها قبل كده. على الانسين ديتا. اوكي? عيد تاني. طيب. احنا ايه اللي تعلمناه انه هذا حد الوقتي? ايه اللي تعلمناه حد الوقت يا شباب? علمناه ان المشين ده اهم جزء في الارتفيرشال انتليجنس. وان احنا ابدأ بنعلن المكنة بيرخال الديتا. فهي بتاخد. معالش في زمي لكم بس بيسأل الحتة اخيرا مش في فهمها تاني هاي تاني حاضر. تمام. هاي تاني حاضر. طيب. دلوقتي احنا عايزين نعمل ماشيل ليرنينج بروغرام. فهندرس خوارزميات كتير للماشيل ليرنينج الالجوريزميات. اوكي? تمام وبعدين. هناخد اي اي من الالجوريزميات دي. وهنبرمجو. هنعملو ايه? هنكتبوه هنحولوه لشكل كود. في البيسون كود مثلا. هنحصل على ماشيل ليرنينج بروغرام. الماشيل ليرنينج بروغرام ده عايزينو يتعلم صح? هنعلمو على الاكسيبيريونس. الاكسيبيريونس دي هيجيبها ازاي? هتدي له ديتا سيت يتعلم عليها. هتدي له ديتا سيت. يتعلم عليها. من اللي يتعلم عليها? الماشيل ليرنينج بروغرام. وبعدين هستخدم ميجر هستخدم مقياس عشان اقيس الاداء بتاعه. هندرس مجموعة. هندرس مجموعة من اللي ممكن نستخدمها عشان نقيس اداء الماشيل ليرنينج بروغرام بتاعنا. هحصل على ايه? هحصل على موديل للماشيل ليرنينج. طيب. بعدين المفروض موديل ده يتعامل مع الواقع. فهتدي له انسين داتا. يعني ايه انسين داتا? يعني هتدي له ديتا هو ما شافهاش قبل كده. هتدي له سيتوويشنز هو ما شافهاش قبل كده. طيب. هيعمل ايه المودل بتاعي? هيستفيد من الخبرة اللي هو تعلمها من الداتا ست بتاعتي? عشان يتعامل مع مين? عشان يتعامل مع الانسين ديتا عشان يطلع عشان يقض افضل ديستيجن. وضحت? هو بعمم اللي هو تعلمها قبل كده عشان يقض تمام? حد عنده اي سفسار في اللي احنا شرحنا لحد الوقت يا شباب? لا شكرا دكتور. وشكرا على الكلمة الحلوة اللي في الاول يا دبتا. كلمة ايه? على اسم هيدرا. ماش يا هيدرا اسمك حلو يا هيدرا. شكرا دبتك ده من زوعة. طيب بدلوقتي اللخص اللي احنا اتعلمنا في محاضرة النهاردة. ان اي اول حاجة اتعلمناها? اي اول حاجة اتعلمناها? الماشين ده اهم من اهم تقنيات الاي اي اي. اه تمام. والماشين ده بيتم لما احنا بندخل داتا للماشين. وبعد كده هي بتتعلمها بالماشين. اي او ان الماشين بتحصل بتاعها. بالزبط. الماشين بتعلم اللي هي الديتا سيت. وكل ما تدي له ديتا او كل ما تدي له البيفورمس بتاعها مالو. بيتحصل. برافو عليك. طيب ايه كمان? واخدنا لما يكون فيه اه مختلفة. هو ما شافهاش قبل كده? ايوه. هو بيختار الاحسن منهم. بيعمم الخبرة بتاعته. بيعممها ايه. حشان نوصل لافضل decision. ممتاز. ايه كمان. اه. هو ده اللي انا فكره. ازاي نحدد الماشين ليرنينج? او ازاي نعرف الماشين ليرنينج متعتنا. في ثلاث حاجات. ايه او اول. حاجة اللي هي. ممتاز. ممتاز. والتاسك اكسبيليونس. والتاسك اكسبيليونس. تمام? ايه هي التاسك اكسبيليونس? الى الديتا سيت احنا ندخل له الديتا سيت. اللي هي الديتا سيت. اوكي. طيب. بقى النقطة اخيرة يا شباب وهي النظام الجريدينج. طبعا فيه احنا عارفين الفينال اجزام عليه خمسين درجة. اوكي. الى ان شاء الله يكون عليه اه خمسين درجة والميت تيرم عشرين درجة. والاة الاول عليه عشر درجات. الكوز التاني عليه عشر درجات. بقى عشر درجات دي هتبقى بروجيكت. والتين دي في المعمل. والآآ اوكي? تمام? طبعا يا شباب. طبعا هنا. اه طبعا هنا نخلي بالنا من نقطة مهمة ان احنا عندنا القرص ده. في كتاب على ماجروهيل. في كتاب على ماجروهيل. تمام? المحاضرة ان شاء الله هنزلها النهاردة ان شاء الله. هنزل في النهاردة. اما الفيديو طبعا انت عارفين انه بيدخل البروداكشن فبيقعد يومين ثلاثة في البروداكشن وبعكية بينزل ان شاء الله. دكتور. ايه? تفضل حبيب. دكتور هو الكورس ده بيكون ماسماتيكا الاكتر وهنا بيكون بروجنام. الاتنين. اه. الاتنين يا شباب. احنا ايه لغة البروداكشن هنشتغل بها ان شاء الله دكتور. هنشتغل ببايسون. طب وهنصحكم نصيحة يا شباب. اللي هيتعلم الكورس ده كويس. هيلائي فرص كويسة جدا بعد التخلق. اللي هيتعلم الكورس ده كويس جدا. هيبقى فعلا مهندس زكاء اصطناعي. مهندس. احنا المفروض نأخذ كورس البيسون برا ولا هيكون فيه. بتكلمني انا? اه. طب وقع. اسمك انت? براو. معاش يا براو. طبعا المعدين بشرحوا في يعني انا انا اي للمعدين انهم مش رحوا اول سكشنين بايسون. فعين انت مش محتاج تأخذ كورسات برا. كل حاجة بتشترح في السكشن. تمام? حتى نزود معلوماتي يعني البيسون اللي يتقل كامل في الجوة السكاشن. كل حاجة جوة السكاشن. كل حاجة جوة السكاشن جوة المحاضرات. احنا هنا عشان نعلمك. احنا هنا عشان. هناك حاجة برضو برا كسلف ستادي. بص انت مش محتاج حاجة من برا. ركز في المحاضرات كويس جدا. زيك المحاضرات كويس جدا. زيك المحاضرات كويس جدا. واشتغل بيدك. القرص ده من اهم الكورسات يا شباب. اللي عايز تعلم زكاة اصطناعية يتعلم الكورس ده. دكتور. اه. اللي عايز تعلم زكاة اصطناعية يتعلم الكورس ده. دكتور. نعم. اللي هيبقى في الفاينل. اعتمد على الرياضة والمسال ولا هيبقى السي عادي اللي هو مقالة عادة نكتب فيه. ولا مفتوحة. مفتوحة. بص عازة عازة اه اقول لك حاجة. قبل ما تفكر في الامتحان فكر زيك تتعلم الكورس ده كويس. ساعتها الامتحان بالنسبة لك هيب سهل جدا. لان ده انتم شايفين يا شباب من دوقتي احنا في عصر الزكاة الاصطناعية. صح? مزبوط? اه. تمام. فانت دوقتي ما ينفعش تتفضل وانت مش متعلم زكاة الاصطناعية. اللي عايز اتعلم زكاة الاصطناعية تعلم الكورس ده كوز جدا. فانت خدوا ان ده اه حاجة بتتعلمها لسوق العام البر. لو تعلمت كويس ايا كان شكل الامتحان مش هيفرق. امتني? انا هنا بركز ان كتتعلم زكاة الاصطناعية. مش بركز اه انا هامتحنك ازاي او هجيب لك الاصطناعية شكلها ازاي. وممكن ممكن اللي ده بسمعي بكده. بيلاحظ ان انا بركز انا كنت تبقى فاهم. انا بركز انا كنت تبقى فاهم. وما فيش كلمة انا ما بشرحاش وما دهاش حقها في الشرح. فانا دايما بركز انا كنت تكون فاهم كويس جدا جدا جدا. تمام? في النهاية زي مع العلم اجتمعنا في العلم الخير دايما نجتمع ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة